احنا كنا بنلعب نبارح بالطريقة دي احنا كنا مكسرين الدنيا احنا حظنا وحش 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 دي ديتنا دافعة لمباراة الزمالك وكسبنا الزمالك 2-0 ساعتها هيئة هو ده انه الكرة فيها عنصر مهم جدا جدا عنصر التوفيق طبعا التوفيق ليه؟ لاني اقول ان الفوز رزق طبعا والرزق بيد الله يرزق من يشاهه بغير احسار ليه رزق؟ يعني ازاي انت هتحول الكرة وتقول لي رزق ودي بتاعت ربنا لانه النادي الاهلي اما بيبقى كسبان اللي بيبيعوا الاعلام بتاعت الاهلي في الشوارع اللعيبة ده بسها بتكسبه كل حاجة اللعيبة لا مش بس الاهلي بيكسب بطولة فكل العاملين في النادي الاهلي بيحصلوا على مكافأة وخارج النادي الاهلي لا ده رزق اللي برا النادي الاهلي اللي في المحطات التلفزيون التي تكاثرت وتوالدت وتكاثرت لا بيجي لهم اعلانات اعلام الرياضي المصري عايش على حس النادي الاهلي وكنا بيجي يتكلم معاي يقول لي عايش عايش يعيش 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 انت كابتن عمجيد نعمان كان ليه محطات معاك كتيرة قوي كنت حكيت محطة صغيرة اهي معناها ان هو راجل بقى بخبرته اللي شافها في الاعلام والعاشها ودراسها وكلام لكله لما قالك اتفرج على الماتش تاني في هدوء ده معناها ان الراجل بيفكر صح وانت اتفرجت على البراءة ايه اهم محطة كانت مع كابتن عمجيد نعمان في حياة مستاذ حامل ازدين له الفضل الاول في تعليم مدرسة الاهلي بشكل عملي غير مسبوك كابتن عمجيد كان اهلاوي كان اهلاوي ما انا بسماء بقى ارد لا السؤال غير مقبول حد يسأل عنه امان طب ما ديها هتخلينا هقول سؤال تاني هو كان اهلاوي جدا طيب هل من المنطق ان يكون رئيس تحرير جورنان من الجرائد ان يبقى اهلاوي ومتعصب اول نادي الاهلي ومباشي متعصب الانديها التانية لا هو يحب النادي الاهلي ما هي كلمة التعصب هنا غلط التعصب اي تطرف لكن انا بالصورة هي بتاعتك مع ايه على فكرة هو اللقاء الاخير بيني وبين استاذي عبدالبيجين وكانت في مطعم النادي الاهلي مطعم النادي الاهلي تاكلوا رزة اهوت بالمكسرات اهو لا انا ده انا هحكي لك قصة اللقاء ده لانها مهمة انا كنت جاي اجازة كنت ساعتها مدير تحرير جريد الشرق في قطر نعم على فكرة انا قعدت برا مصر كتير جدا ما نعرف لكني لم اغب عن الاهلي يا سلام لم اغب لحظة اكيد ليه انا على طول بكلم كابتن عمان انا على طول بدور تتفرج على ماتشهات الاهلي ازاي وهكذا وانا رحت كل دول اوروبا تقريبا طب وانت برا كنت تتفرج على الماتشهات ازاي او كنت متوازب وقتك متوازب وقتك ازاي بينك وبين شغلك كل اوها لا انا انا اهم حاجة يعني انا موجود فين والماتش ده هيبقى توقيته ازاي واسمعه ايه اللي يضار في الصورة دي الحوار اللي كان بينك وبينه ما هي دي لها يعني الحوار كان طويل اوي فحكوه لك كله لكن احنا خلينا نبدأ مع نعمان كيف انه نعمان هو صاحب الفضل الاول في تعليمي في مدرسة الاهلي بدون فرض مش مش واحد بيعلم حد لا هو النموذج اعظم شيء في التعلم انه المعلم يبقى هو القدوة والاب الروحي ما اقولك هو قدوة اه يعني هو بيعمل الشيء يعني زي الاب في البيت اه يعني الاب في البيت اما الولاده بيسمعوه وهو بيتكلم في التليفون فالقوه ما بيجذبش وهو بيحكي عالناس فبيتكلم عنيها بطريقة كويسة وهو بيتكلم على الناس بحب هتلاقي الاولاد يطلعوا من هنا عبد المجيد نعمان انا داخل اخبار اليوم ما ليش اخ خالص بالرياضة ولا ليه علاقة بالكابتن عبد المجيد نعمان ومحدش من غير وسطة لان اخبار اليوم دي مؤسسة عظيمة طبعا وخلاص انا بقيت موجود فموجود في قسم الشؤون الخارجية مهمة قسم الشؤون الخارجية دي انه يتابع ما يجري في العالم عبر وكالات الانباء من خلال التيكرز اللي بيجي منها على اساس يتولى اعادة الصيغة الصيغة في حاجات كتير فطبعا لازم تبقى عندك لغة ولازم بقى عندك حاجات كتير فكان الكابتن عبد المجيد نعمان لانه عبد المجيد نعمان كان نموذج للمثقف العالي عبد المجيد نعمان وطبعا حبه للاهلي انه كان لعيب كرة في الاهلي انا مكنت لعيب كرة انا مش نصف عبد لا 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 وانا مش نصف حامل عجز الدين الكابتن عبد المجيد نعمان انا سألت يا جماعة الاهلي بيلعب النهاردة فقالوا ايه الوحيد المسموح ليه هو الكابتن عبد المجيد نعمان مسموح ليه بايه انه هو يشغل تلفزيون ويعرض فيه يعني في مكتابه اه في مكتابه فروحت وسأزنت منه قالت فضل بين الشوطين قال لي انت اسمك ايه انت بتشتبه فقاني قسمه وكده وكده اه وخلص الماتش التاني يوم هو بيتصل بقسم الشؤون الخارجية عشان كان الاخبار الرياضية كان هو بنفسه اللي بيحب سياغتها وترجمتها وكده اه فهو اتصل بالقسم الشؤون الخارجية فانا رديت عليها قال مين قلت له انا حامده الزدين قال لي انت اللي كنت مبالع تفرج معها هالماتش قلت له ايه قالت الاخبار ما جات ليش فقلت له اعنايا الاثنين وفضلت ان انا قالم الاخبار الرياضية تاني يوم ولا بعد لا ده في نفسي اليوم نفس اليوم فلميت كل الاخبار ورحت له بنفسي فقال لي ما بعدتهاش ليه مع ساعي هالاهل نساك بقى كل حاجة لا احنا لسه ما اتكلماش في الاهل لا انا بقولك متى الاهل نساك كل حاجة هنكتجمع الاخبار لا لا مش انا لانه انا كنت كان بتبقى مويدي في الاخبار كانت في ساعة اثنين الظهر ليه عشان ابقى موجود في الفترة اللي بتطلع فيها طبع الاول المهم يعني خدت له الاخبار في يوم وراء الثاني وراء الثالث ولا الرابع ببعت له الاخبار اول ما باجي وابتصل بيه واسأله وصلت ولا لا او كذا وبتحصل متشات وبروح اتقرج وشافني بتكلم في الكرة جابت وشافني منفعل الاهل فقال للوقت انت احنا عندنا صفحة عالمية في مجلة الاهل كان هو لسه مسك مجلة الاهل ايه انتخالا اليه من الاستاذ الراحل الاستاذ نجيبي المستكار فايه رأيك انت تعمل لنا صفحة دي ام انك لامن بكل حاجة بقى جات لك عبدالبطاب لا فبدأت اعمل دا انا بعمله ولا انتظر شيء دي هتكلم فيه الاهل فالمهم فشاف هو الشغل بتاعي فقال لي دا شغله محترفين قلت له ما انا اصلا صديق اعلام وكذا ولغات بتاعتي كذا تطورت بقى العلاقات بقى بدأت العلاقة تقوى جدا وبسرعة يعني العلاقة بتقوى بسرعة جدا وبيبدأ يكلفني بعد كده باشياء اخرى جوه المجلة وكان من اهمها هي الدماغه وهو عايز ينقل الاهلي في برشامة بشكل قال لي انت هتبقى المسؤول عن باب اسمه بريد الاهلوية اه قال انا اللي كنت بعمل الباب دا عشان ادل كل واحد بيبعت رسالة لان طبعا رسالة الاهلي اقسم بالله شويلة اه مانا فاكتها كله بتجيلنا جوابات احنا كنا بنبعت